اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا مولانا يصير الاجتماع والازدحام التبير بايام عاشور هكو فرض واحد المهلة المحمرة يسمون انخالف هذا انخالف ومقرب رجلية طاير بيه الشلل ما يقدر يقوم لا يقوم من مكانه شلل شلل بيه هذا قاعد يم المنبار ليلة السابع ليلة العباد شنو عادته مهد المحمرة من يجيب النائح المل القاري الخطيب مصرع العباد شي صير بحالهم يقومون على حيلهم يعني مموا قاعدين يقومون على حيلهم يقومون على روصهم على صدورهم يصير لطم لطم خلص 11 حتى يسمع المنار من الغضاء والبكاء فهذا انخالف الذي عزه الاضباع عن شفائه الله الى جوا بعد ابدا ونجيها راه اما يقدر يقوم هذا كان قاعد الخطيب لما انجاب مصرع العباد سعلى عادته مهد المحمرة قاموا الى طمون او حالد يقولوا على حيلهم قاعدين انخالف انما يقدر يقوم الناس ينوعون ليش يقوم على حيله ويديك شي يسوي انا العباس قيمني انا العباس انا العباس انا العباس قيمني انا العباس الوادي متعجبوا ونتموا عليه عجيب التشرون قيموا وقال العباس قادوا احتيكم قالوا وانتم قمتوا تلطمون وانا ارغبوا ما اقدر ابقى الاسلاجة جاء فارس وعلى جواب له نور الصادع قال مخالف ليش قاعد ليش ما تقوم طلطم عن عباس قلت لا ما اقدر اقول لان انا الفيدي شرر قال لا قوب قلت لا ما اقدر اقول قلت لا قوب قلت لا قلت لا قلت لا قلت لا انت بقلت لا اه يا ابن والدي يا ابن والدي في احدكم مطلع عب عطاش ونريد المهار يمشوا وعب عب العطاش ونريد المهار يا ابن والدي في احدكم كلكم اشتركوا يا ابن والدي في احدكم مطلع عطاش ونريد المهار اللي نشرب نشرب ويجرب شار بالمهيوم والرب والله يقض ضهر الامضاء يا ابن والدي في احدكم اشتركوا يا ابن حرم عليه المهار يا ابن والدي في احدكم مطلع عطاش ونريد المهار يا ابن والدي في احدكم مطلع عطاش ونريد المهار يا ابن والدي في احدكم مطلع عطاش ونريد المهار يا ابن والدي في احدكم مطلع عطاش ونريد المهار يا ابن والدي في احدكم مطلع عطاش ونريد المهار يا ابن والدي في احدكم مطلع عطاش ونريد المهار شرك بالهجنة بالله عود وعرج بالغريه وقف ذاك الوادي واجنوا من القبر الشريف وقره بتحية وانشق تراه ونعي قل يا علي المرتبا قم عاجلا قل يا علي المرتبا قم عاجلا يا حيدر الكرار قد نزل القضاء يا وعلى بنيك فلا تكن متمايا يا رادي ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي داعي يم المرتضى حذار. وعشي لعلى اغم الطاف يسمع هالخشي يجدر. اريد احشي على اغم الطاف واريد المرتضى يسمع. وغلع جبعان احشي العسكر على الفواطن دا. اولى البيان الزلع والخلز يا نبيا عني تطلع. تصيح وتفج الكفيا. يهل الله الطريج النيا. اريد اطلق يحقي انواح المعصب ايدي ايدي. وقل راحة الخدار. اقل راحة الخدار لخويا وانتبر شي يقول. وقل لاجيتك وخلات على اخيامك الخالة جول. يقوم ان شاء الله وياي اخوي ان كان مو مشتول. يا حذر هاي حالتها غريبة وفات دخوتها. تعالوا شوف مشيتها. تقوم وتوقع وتنده. اخضر يا علي. تقوم وتوقع وتنده. احضر يا علي احضر. احضر يا علي تنده لها عاش من يسمعها. احلقوها تنشد العدوان زحم الخدر يمنعها. تعالي توجهت للتال وجنو الهضوم يدفعها. مشتدي انا بعلك الحال. ولو ما كانت على البال صاحت عائمات الشار. الكلفة طلعت كلفة. يا ابو يا بديان هالعسكار. مشتدي انا بتريد الشال. عول حيول العذابة مات علي اقلوبهم لانت. عوالي يا اي مهلات. يا نبوات صعلى السايا. يا اي 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 اصدى المرشانة. وفاق التلتجاع وتقوم. عوالى مصرح وليات حظوم. والوال يا نصيب الشوق. اها يوم الخدر والعز. الوديان تتعثر. يا حادر يا حادر عرضي انا بعلبتال. شدت حالة وقفوت. لحوة تلسفت لعوبة الخيام لعوبة تتلبس. تصيد للخيام تلهب نار. اوضح سيا من العذاحة تصيد للخيام تلعب نار. اتصيد لحيال تشار. اتصيد لحديان راح احديان منها يشبرك شكتر. زيانة بوقات محتارة يا علي. زيانة بوقات محتارة. لحوة تروح شيردها. وما راح اتلخوها تخايا. وحاف عن الخرم ينشدها. زيانة بزيانة اتلخوها حديانة. وحيال الدهار شدها. لا تقدر تصل حديانة. وما تدري الحرب صارت. والله زيانة بغلت السلسة وثايت يحسين يحسين اجعد يحسين يحسين. اجعد يحسين يحسين. اجعد يحسين يحسين. وصلت الصلاوي. وقاموا يحرجون الاخيام على النساوي. والحرم يحسين ما شبتني عرار. انا فريت انا فريت لكن ذحره يا نور انا. والتوانك يا خويا يا اواني الحشويا يا اوه. والله يا الجوات يا الجوات ولا عشف رياجك على الماء. اوفاك باش تلعب عليك الخير المزار. وحسوان وانا الاذع لانا اليوم ينغيوها. وانا ينغيوها. يقوى الفجر مطاع. يا غنيا غوث المستغيث. والله وانا ينغيوها. ينغيوها وانا خانه وليس عذيوها. والله يطلع النجاح يطلع النجاح وانفجوا ارماطا اميروا ويندهدى حباب خلص هذا كتاب هذا كتاب من زيادة بيحادة ويخبر باجمة العسكر يا بو يا ويد الحراء وظنخي وقضاء يا بو يا وقف عليك الشارب البقر عاجل عاجل الحرائر منه بالنار عاجل عاجل ولعد جسمك يا ابو السجاس عاجل يجرلك علينا اللي عاجل وتبرح ذاك ما به عاجل حول ولا قوة عاجل الله العليم العظيم عاجل الله وإنا ونبرمي خطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عاجل كل نفس ذائقة الموت عاجل وإنما توفرن عجوركم يوم القيامة فمن زحجح عن النار وعدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا لا إلا متاع الغروح هذه آية المربانية وفي هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يخبرنا ويعرفنا ويعرفنا أن الموت يطرع على كل كائن حيث كل نفس ذائقة الموت والموت يطر إليه ويؤمن به المؤمن والكافر على حد سواه المجتمع البشري بصورة عامة هو يؤمن بالموت كان ذلك الشخص مؤمن أو كان كافر منحرم لكن أكو فرق شاشع بين إيمان المؤمن بالموت وما بعد الموت وبين الكافر الكافر وإيمانه بما بعد الموت المؤمن دليله واضح عن ما وراء الموت والكافر يقول ما هي إلا موتتنا الأولى ولذا تراهم يهتمون في هذه الدنيا وإذا عطاب الرجل منهم أي ضرار يضطر إلى الانتحار لأنه لا يعمل تعويض لأنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى والمؤمن إذا عصابته كارثة أو دهمته مثلا مطيبة أو فقد مال أو ولد أو أي شيء آخر مثلا اللي يضطر به الكافر للانتحار فراه يتسلى بالله ويقول الله يحوض فهو أرخم الله الكافر لأنه ما يؤمن إلا بالماديات يقول لك احنا الرشان حسري والإنسان فهنا يجون مثلا المؤمنين المسلمين القرآن الكتب المنزلة يقول لك يموت هذا الإنسان يروح إلى برزخ وحتاب وعقابه ثوابه جنة ونار وكذا فالشيء اللي ينشوف وعلى ضوء هذه الآية وهذا الحديث سوف أبرهن إن شاء الله بأدلة عقلية ناجظا من القرآن الكريم والخديث النبوي وخطب نهج البلاغة ومن هنا وهناك حتى نؤكد مما يوافق عقلنا بما إذا كان سليما أن هناك جنة ونار وحساب وعقاب والكافرين لا حجة لهم وأمرهم في تباغ فلذا أنه نحرم حقنا على أنفسنا متابعتهم وتطبيق ما تزيوا به لأنهم يريدوا من هذا الباب أن يخربوا هذه العقيدة وأن يخجوها من نفسنا الواقع يا أخوان أن الإنسان يمر بست مراحل في هذه الحياة المرحلة الأولى هي مرحلة عالم الضرب أو أكبر أو أكبر أقول عوالم ست عوالم كل واحد مننا يمر بها العالم العالم الأول عالم الضرب حينما كان الناس نراس متعاقبة وقبل بدء الخلف وقبل كل شيء فلما خلق الله آدم قال للملائكة تسجدوا فتجدوا إلا إبليس لأنه نقطة الانطلاق للإنحاد والكفر من هذا المكان أو من هذا الانحراف أو من هذا التكبر من هذا الشيطان خزي من الله فمن قبل آدم نظرا طبعا إلى عالمنا هذا البشر ونحن ما نحد وجود الله من آدم إلى يومنا هذا قد أنه زمن يحد وربما أن هناك عوالم أخرى كما أثبتوا الآن قواد الفضاء حيث أنهم كانوا يتسابقون إلى أن يملكوا القمر وبالأخير لما أنهم وصلوا إلى مرحلة أخيرا ما أدلوا وقالوا إن القمر عالم كان يسكن والآن قامت قيامته وهو غير فالح للسكنة الآن قالوا الله قبل 1393 سنة بداية من اليوم قال بالقرآن الكريم بدت الساعة وانشق القمر بدت يعني وصلت وانشق القمر قامت قيامته وذهب عالم ما فيه فصار غير صالح للسكنة يعني هذا حسب قول القرآن وحسب ما أدلوا به أخيرا فصار تقريبا الموافق لما أدل الله سبحانه وتعالى ولا بات الإنسان تصل إلى مراحل فلمية وفلسية ثم مراحل جوقت أهنها الأرض التي نيشعبها تقوم قيامتها وتبقى هي وربما يكتشفها عالم آخر يتكن في كوكب ثاني فيجدها أيضا غير صالح للسكنة لأن بدت ساعة وانشق ان الساعة تاسية لا ريب فيها فنحن من عد العالم اللي نعيشه الى يومنا هذا يعني بداية الخلق وبداية وجود الله سبحانه وتعالى انه ولله سبحانه وتعالى كما يدل على هذا علم الآثار انهم كانوا يجدون آثارا كما اكبر نجل اسم المارسة هاي تتكلم عن آثار قديمة ما قبل آدم ببلايين مو ملايين بلايين فعلى كل حال احنا مو نمترك له الموضوع ولكن رجل نعرف البارئ بالنسبة البني آدم رجل نسبة على ان احنا كنا في ذرات متعاقبة نسبح بهذا الصضاء لا فرار لنا واذا اخذنا من بني آدم قرآن واذا اخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدناهم على انفسهم قالوا بلا الله سبحانه وتعالى كأنه جمع هذه الذرات وعرفهم نفس سبحانه وتعالى ثم شاء لهم انا ربكم قالوا طيب كان لهذا الاعتراف راح انا اخذكم بهذه الخلقة وطلع لهم فارس كثلوك من ابنه انه هاي الارض وهي السفنة وهذا الدار وهي العقار وهي الامال وكذا ورايحنا اجعلكم خليفة في هذا الارض وانطيكم النعم الكثيرة لكن شريطة ان لا تعفوني ولا تعبدوا عدوي فانوا انت يا مولانا بهذا الدين لما نسمح كلمة الدين شوية فهم فالكفت هذا الموضوع دين شنو دين الدين بمعنى ادانة ادانة الدين ادانة انا ادينك بهذا الشيء انا انطبتك من الغرق على اساس انك تذكرني انا اعطيتك هذا المال او هذا السمن على اساس تعقيني مبادنك بيحشر اعنويا فالبارن لي هو خلقك بهذا المستوى ومسعك بمال وبنين وثروة ودار وعقار وسمعة وشرفية وما شابه طلب منك ان تعبده ولما تسمح هاي الاية وما خلقت الجن والانسة الا ليعبدون مو تبادر لذهنك الا ليصدون يعني طلب وانما الله سبحانه وتعالى وضع الصوم والصلاة وما شابه تقريبا هذا نظام اعطت فلتفته الزهراء بخطبتها المشهورة كانها رصوم الصلاة حقوق الوالدين ما ادري ايه كذا كذا الزهراء انفت فلتفه عنه بخطبتها حيث قالت وجعل الله الايمان تطهيرا لكم من الشرك هاي الغاية والصلاة تنبيها لكم عن الكبر تشوف هذا الانسان لما يتكبر يشوف نفسه كبير ما هو اكبر من عنده عظمة جار مانتر وشخصية اولاد فحة ما عارض شيء من محترك الدهر يتكبر لكن اذا ايجي يصلي يحف على ان اكو الى رب يسجئ له اكو احد اعلى من عنده طبعا استعلم وجود الشفل الفضائية والاثمار الصناعية والصواريخ وهالاشياء الحقيبة الغريبة من الصناعات مع وجود هاي الاشياء الجبارة الخارقة في الحقيقة واللي يلتفت الى الانسان باعجاب تشوف معها ليأتي شيخ هذين يفعد على حيط انت يطيح الله اكبر يعني مع وجود هذا الله اكبر واكبر سبحانه وتعالى فسيدتنا الزهراء سلام الله عليها هذه البضعة المعصومة التي يجب عن المرأة المسلمة ان تقتدي بها الزهراء تقول وجعل الله الايمان تطهيرا لكم من الشر والصلاة تنجيئا لكم عن الكبر والطيام تثبيتا للاخلاف والجهاد عزا للإسلام نعم والجهاد عزا للإسلام والعدل تنفيقا للقلوب والعدل تنفيقا للقلوب وإطاعتنا أهل البيت نظاما للملة وإمامتنا أماما من الفرقة وأوجب الله طاعة الوالدين وجعل الله طاعة الوالدين أمانا لكم من الحقوق والطفق من الله وجعل الله صلة الأرخام تنمئة في الرزق وإطالة في العمر ووفاء النذر تأريضا للمخزرة ومنح الزرقة إنجابا للعفلة وحرمت شرك به إخلافا له بالربوبية فاتقوا الله حق تقاتل ولا تموسن إلا وأنتم مسلمون فالبارجا لجلاله لما أنه أنشأ خلقنا وقذفنا في أصلاب وفي أرخام حصل المراحل اللي مرنا بها كان بيننا وبين معاهدة أنا وأنت وابني وابن ابني وليه من بعدي وإلى يوم القيامة عاهد الله أنه يجين دينه معاهدة فإذا هذا الإنسان بعد المعاهدة صار به الدنيا نساهة صور طبعا هذا الشعر النار لأن الله سبحانه وتعالى وعجب الرحمة ونتيجة رحمته الجنة نظرا للإفتزام بطاعته وطاعة الباري سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نعرفها ونبين تلتفتها نجد أن الله سبحانه وتعالى غنيا عنا من أن نعاونه أو نطعمه أو نرزقه فرنا هو يعاوننا هو يطعمنا هو يرزقنا لكن احنا إذا دخلنا هذا السلك صرنا رحماء بيننا فلذا قال الله في القرآن محمد والذين معه رحماء بينهم أشداء على الكفار محمد والذين معي المسلمين رحماء بينهم وأشداء على الكفار فهذا المقصود فأنا وأنت لما خلقنا على هذه الكرة بإدانة من الله يعني هاي الإدانة لازم نسلكها ثم يدين وإجت بداية من آدم حتى إلى نبينا محمد مئة وأربعة وعشرين ألف نبي كلهم يدعون للإسلام من آدم حتى إلى نبينا هل مئة وأربعة وعشرين ألف نبي مئة وثلاثة وعشرين ألف نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وعاله صلى الله يعني مكسور ذونا تشوفهم كلهم يدعون للإسلام يعني هل أنبياء مقدمة وتمهيد لنبينا محمد ومقدمة وتمهيد لأعطاء الخير لنا نحن هذه الأمة وكنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهونه أم المنكرون بهذا المعنى يعني وبهذا السبب فالشوف الكل يدعون للإسلام مثل إبواهيم عليه السلام حتى أنه يقول حليف المسلم وما أنا من المشركين بل حيث لي جاب سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب الله وصيت يعقوب لبنيه إلى آخر هي دنية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين وهناك آيات كثيرة مع طب الإسلام تتكلم عن الإسلام وإجت القضايا مراحل حسب الظروف نشوف مثلا دين موسى نسخه دين عيسى دين عيسى نسخه دين محمد وهكذا بعض المعاصرين يقولون أن مراتب الدين الإلهي جاءت على مراحل كابتدائية وسانوية وكلية تدين محمد الكلية التخريص قالوا لا منه تنتيه بعض فردكتور مهندس قالوا لا فيحنا يا أخوان كنا بداية بعالم نعيش واحد يسمى عالم الضر وهذا عالم الضر عليه أدلة كثيرة منها طول النذي قال صلى الله عليه وآله خلقنا أنا وعلي وصاطمه والحسن والحسين أنوارا كتبنا على بطمان الحرش قبل أن يخلق الله آدم بعشرين ألف عام نسبح الله قبل لا تسليح ونقدسه قبل لا تقديس ولما خلق الله آدم خدفنا أنوارا في صلبه فجعل تعالى ينقذنا من صلب طاهر وينقلنا من صلب طاهر ويقذفنا في رحم مطهر وهكذا دوالي حتى انتهى بنا إلى عبد المطلب فختمنا قسمين فجعلني في صلب عبد الله وجعل علي في صلب أبي طالب فاطلع الله إلى الخلق الصلاعة فاختارني نبيا واختار علياً إماماً ومصياً هذا الحديث فتريد مني بعض دليل شوية على أساس أنه صدق محمد كان ذات الوقت وكان محمد مختارها أنه هو النبي منك كان ذات الوقت نور هو الإمام عبد المدلي ولو أنه الكلمة خصوصية أنا تكلمتها لكن لا بأت الآن لمحل الشاهد كلام الزهراء اللي ذكرنا أمس أنها قالت وأشهد أن أبي محمد عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وتماه قبل أن اكتفاه واصطفاه قبل أن ابتعث شوكت؟ شوكت ها؟ واصطفاه قبل أن ابتعث إذ الخلائف بالغيب مثنونه ها؟ وبشتر الأهاوي المصرونة وبنهاية العلم المصرونة أن من من الله تعالى بما يلي الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المخدوم لآخر كلمات اللي ذكرنا ولذا أرسله إن شاء الله متابعة مجلسنا الليلية لأنه فقرات بعضها يلتصفوا ببعض أو أقدر أقول على الصلاح بخرج السبحة لأنه إذا نقصت السبحة خرج واحدة تسمى ونحن نريد تكملة الموضوع إن شاء الله وغربنا تظهر الفائدة على مترها الحقيقة وعلى هذا المنبر الحسيني إخواني وإمامنا زلن الحابقين وسيد التاجلين سلام الله عليه حدد مهمة هذا المنبر بكلمتين وذلك لما قال يا يزيد أتاذن لي أن أفعد هذه الأعوات أن أقول كلاما فيه لله رضا ولهؤلاء جمعته أجر وترى إحنا غايتنا رضا الله وغايتنا الأجوة شوفوا ما ظلموا لنا بالنسبة للعيلي أنا جاي من مكان بعيد وافد إلى هذا المكان طبعا إلى مكان إخواني وأحبابي وغفت لك شنو الغرض أنا حادر هذا البحر وجاي المباشر والأجواء وما شابه يعني بمعنى أنه أنا جاي أتسلم لكم عن موضوع الإمام حسين سلام الله عليه أنا هم علي مسؤول يا ملقاة على عاتقي يقول الإمام الحسين سلام الله عليه أنت حينما صعدت ذلك المنظر هذا المنظر مو أهل إلك يا جماعة أنا يمكن من يخلص المجلس وأريل فالعشر منكم باشروا الصبح بالنهار على موعد مكان فلاني يمكن ما تجون كلكم يمكن واحد يقول لي والله سيدنا شوية عطلت عندي شغول واحد يقول لي مع الأسفة في الوقت وسألنك يا مولاي وإذا أنتم الآن مجتمعين بلا داعم ندعوكم إلا بما أقصى وماتركم من محبة حسينية أو دافع إنساني ثم عايثين أولادكم عايثين عيالكم عايثين أجغالكم عايثين على رغم أنكم تعبانين بالنهارة بأعمالكم وجاي يتحارفون هل تعبوا قاعدين تستمعون مني فعالي الله يقول لي مهيئ لك هل المجلس وهل المنبر وهل السماعة وهل المجتمع شمو اللي جدت بهؤلاء الجماعة سأقول لي يا إلهي أنا أحكو الناس من يسمعوني مني وما عليك وما أنت عليهم بوكيل ذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين وإن شاء الله الجميع مؤمنين وأحنا تقريبا تطرق من المسؤولية أنا أستريد أحكي لكم مثلا عن فرد تكوين خاص من الصناعات الموجودة الآن والمكتشفات والمخترعات طرح ماكو فائدة يا أخوة يعني أنا لما أحكي لكم مثل فرد واحد قاعد بصوب البحر من ذاك الجانب هو أنا فرصوب قاعد بيدي لقمه أو أنتم ما عدكم العيش ما عدكم الأكل وأبلكم شوف هذا الأكل عندي سعالوا لا عدكم مثلا فرد لان جليس عبرون ولا عدكم فرد جسر اللي تجهون عليه أو لا كذا بس الجوع كاتلكم وأني أحنفكم ماكو فائدة في هذا أنا هسا إذا ردت كلم لك عن السفينة الفضائية عندي معلومات سفينة الفضائية اشترك في تكوينها ثلاثة آلاف عالم وهذا أبيلك العناصر اللي تكونت من عند السفينة الفضائية وأذكر لك أسماء هؤلاء العلماء اللي منهم بروبرلين ثم شابه وكذا وبعد ما أخلص أريد أسئلك تقول لك بل الله عد لفديك من اللي احسيتهم إليك هو أريد من عندك أنه تحسين الموضوع اللي احسيته لك عن السفينة الفضائية انت تراح من كلامي هذا راح تسوي السفينة فضائية وتنفعل أمه بلى حقيقة هاردتو ماكو جدا لكن إذا أقول لك أيها المسلم إن إمامة موسى بن جعصر يقول ليس الأجر لمن أحسن لجاره وإنما الأجر لمن صبر على أذى جاره من هالكلمة عرفت خدمة اجتماعية واليوم الإنسانية تأج وتضج للخدمة الإنسانية وللبساطة وللتواضع وللعدل وللإحسان وللمرؤة وللمعروف أيها الأخوان أيهما أحسن المؤمن الذي ينفط الحدل على الكرة الأرضية أو المكتشف والمخترع الذي يسائر الدنيا نارا أنا ما تنفعنا الاكتشافات والإخراعات بالوقت اللي يجي الإنسانية جريحة والأمان متدفع وإنما نحن نريد الإنسان المؤمن الذي يعمر بالمعروف وينهى عن المنكر وعلى ضوء هذا يدعون للإكتشافات وإلى الاختراعات مثل ذول اللي ينمرق لهم الشيطان صار ألف بكتور صراحة نفكى على الاحسين استوانا الاحسين ثلفون طائرة صاروخ كل سوانا الامام السلام الله وإنما الامام الحسين يخدم جانبا روحيا وباليضافة إلى هذا جانبا ماديا وما الذي نعرفه نحن على الامام الحسين حتى نتهكم ونتكلم هذه الكلمات والامام الحسين سلام الله عليه أثمى مما يقولون وأثمى مما يتخلمون وأنا لا أعرف هناك وناس يقولون هذا ولكن قد أنه يحسن فلذا أنه نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوثقنا لنواكب المسيرة في الحقيقة حتى نخرج من هذه الدنيا سالمين الذي كل شخص من نجيها متعرض لأعراضها وأمراضها وأغراضها دار بالبلاء محفوصة وبالغدر معروفة لا يسلمون نزالها ولا تدوم أحوالها من منا يا أخوان هو في أمان من مرض التجرن من مرض السرطان من النوبة القلبية من الأمور الأخرى من الهن ها نتأكد من سلامة نفسه في هذه الناحية فإذا نحن يجب أن نتوب إلى الله جميعا وأن الله سبحانه وتعالى إذا تبنا إلى واثرنا في طريقه مو معنى يمنعنا عن الاكتشاف والاختراع لا الإسلام له جانبان جانب ثابت وجانب متطور الجانب الثابت الأمان الصدق الأحسان المعروف الأخلاق المروءة أداء ما أوجب الله هذا جانب ثابت الإنسان إذا مثلا تركوا المعروف تركوا الانسانية تركوا الأخلاق التعمل والقتوى بمعنى صار مجتمع أهوج متوحد أما الجانب المتطور ياهو بدل ما كنا ننشي على الأقدام لا بات الآن نركب السيارات الفارهة أو الصواريخ فالإسلام ما يمنعنا وبدل ما كنا نستضيع باللطب والفشيل والسراج وما شابه الآن خلنا نستضيع بالذرة الإسلام ما يمنعنا وبدل ما كنا مثلا نسكن صرايف الآن خلنا نسكن في عمارات ذات أربع طوافق الإسلام ما يمنعنا وأعطيكم أخبار على هذا المعنى ذكروا أن رجلا دخل على الإمام الصادق وجد الإمام الصادق سلام الله عليه جالس وقد لبث ثوبا أبيض رقيق وهو ثياب الملوك فقال يا ابن رسول الله كان آباؤك يلبسون ثيابا خسينة وأنت تلبس الثوب الأبيض وهذا الرقيق لكن الرجل ما أدرى لعل الإمام لبسه تحت هذا الثوب ثوبا خسينة لكن هذا المظهر ولا إما الطبيعة الحال لا يتباهون وتباهلوا يشوفون نحن يا جماعة لا كان عملهم سر لله لكن هذا الرجال حتى بالظاهر الآن وأنت ننظر الأمور من ظواهرها فقالنا سيدي أباؤك أجدادك كان اللسون ثيابا خسينة انت لابس ثوب أبيض حلو جنين كذا فهذا ثوب الأمة هكذا لعله وقت متجاثر أسئلة كريد أفهم الإمام تريس جلنا جلنا ويحك إن النعم إذا درت على العباد المؤمنون أولى بها من غيرهم إذا هذا وقت نعم ووقت تطور ووقت خير ووقت ثراء أنا لويك باب بالعادات القديمة ألبس أحسن لباس وأستعمل أحسن سيارة وأدعجب أحسن بيت مع مراعاة الجانب الثابت مو يعني إذا الله سراني ونفاني نعمه أعرص بوجه وإذا عان من دول اللي لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا سواء يصير تكبر يصير عدم عمل طيب فعلى كل حال أنا لا أريد أن أتفتا إذاً عن موضوعي فإحنا نمرشت حوالم وقلنا الدين إدعانا فالبار يقول وإذ أخذ وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم دريتهم وأشهدناهم على أنفسهم ألدتوا لربكم؟ قالوا بلاجم فول أكفرد ناس يترك هاي الإدانة وين يروح بعدين؟ يتبع الشيطان النتيجة شنه؟ النار يصيح إلهي أنا ليش عذبتني؟ ليش بالنار؟ الله يقول له ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وأن عبدوني هذا صراط المستقيم ما كنت بقية للكم؟ ما كنت بقية للكم؟ ما كنت بقية للكم؟ صالباري ولله على الناس الهجة معلغة صراط وعلى هذا المنوال هذا عالم اللي احنا مرين به وهو عالم الدر العالم الثاني عالم الأصلاب والأرخام فهنيئا للشخص اللي يجي من ذات الوقت إلى حينه أنه يتقلب بأرخام طاهرة وأصلاب مطهرة مثل ما تجي الكربل والدر الحتين أشهد أنك أشهد أنك طهر طاهر منصد طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهر حرمك وطهرت أرض أنت فيها أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرخام المطهرة لم تنجزك الجاهلية بأنجازها ولم تلبسك من مدلهم مات في ياتها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان الدين الأخ صلوات الله وسلامه عليه هذا العالم الثاني ياهو قلنا الأرخام الأصلاب يجي عالم الثالث وأول عالم الدين أي شيء ثمونا عالم البشرية راح يجي عالم وراءنا بعد وراءنا ثلاث عوالب سأخلصنا ثلاثة أو في طريق نخلص الثالث ما نجري هم لديها الساعة ولذا نسأل من الله فصل حاقة صور؟ بعد قدامنا ثلاث عوالب ذول الكفار ما يؤمنون بهم العالم الرابع اللي راح يجينا هسته يسمى عالم البرزخ عالم القبر الله يعلم هذا عالم البرزخ نبقى في عالم البرزخ وراءنا الفسبة من ما تعدوا إنه بيجي العالم السادس وهو تسليم الشهادة فقدنا آيحنا الآن نستاهب المقدمة صور؟ العالم السادس يا عالم تجي انت تطلع من الباب يوم الفصل تطلع من الباب تجي انت تشوف عاد ماذري هاي طلع تخوين الباب إلى فرع ينفرع منا فرع منا أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فقد واحد هناك واقف يسلمك فقد الرسالة هي الرسالة تأخذ بك او ليس البطاقة هي تأخذ بك الى الباب اللي مكتوب بها هذا انت تنظر الها واذا تشوف هاي البطاقة نعوذ بالله وين الى نار جهنب شوفك بطاقة هاي وين هنيان لك الى جنة الله ورحمته وسعته داخل وقت الجنة تطلع الجزء اخوان كل مقتضى عمل عمل وهو النية الصيدة اكو آية القرآن الكريم ويوم لا ينفع فيه مال ولا بنو إلا من أتى الله في قلب سليم قلب طيب طاهر مقلب مر حافظ حافظ يظهر العذاوة ومال ثالث قلبي سليم عاد العالم الثالث اما الجنة واما النار فالكفار يقولون هذا ما نصفه يقولون لا ما هي الا موتتنا الاولى سنو الدليل المؤمنين المسلمين القرآن يستدل والحقن ينطي هذا صحيح هذا اللي يجي للرسول يجي للنطين يا رسول الله دليل اذا آني اغرق بالبحر غرقت بالبحر واكلت الحيتان نصف اللي والنصف الاخر قذفت الاما جنة الجزيرة وجاءت الحيوانات اكدت ثم فنية الحيتان اللي اكدت القسم الاول وفنية الحيوانات اللي اكدت القسم الثاني والفناء صار الى فناء وهكذا الى يوم الكامة كيف الله يجمعوني ويسألوني على كل صغيرة طبعا هذا جواب علمي اخوان علمي ومحمد رسول الله صلى الله عليه وانه ما كان دارس في جامعه ورسول الله ما كان انه رايح في كلية رجل في مكة بين قريش واميج طبيعة الحال لكن هذا العلم اللي يظهر بالقرآن مما يذن على انه رسالة سماوية بعكس اللي يقولون ان القرآن من انشاء محمد طبعا هذا كلام فيجت الاية الكريمة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاءها اول مرة وهو بكل خلق عليم انت ابوية ليش تقول انا شلون احية بعد هذا الفناء ليش ما تسأل شلون اجيت انا للوجود اريد اسي لك قبل اللقاء ابوك بامت وقبل تتوينك انت شنو كنت يقولون علماء التشريح هذا الانسان تكون منها النصة اللي لو انك وضعتها تحت المجهر لرأيت ان هذه النصة تتكون من ستة وثلاثين مليون حويمن فانت حويمن من هالحويمنات اللي جابك من ستة وثلاثين مليون حويمن مقادر انه لو صرف ستة وثلاثين مليون ضراء ان يجمعك انسانا فيسألك عن كل صغيرة وكثيرة حتى يرى الله سبحانه وتعالى قدرته لعباده وهو ارحم الراحمين الكفار عايثين يقولون هذا لا مصح الباري لما انه تأكد من اسرار الكفار على هالعمل وتأكد الباري على انهم مصرين للكفار ما يلين قلبهم وما يطيعون وفى المؤمنين اللي يطاعهم قال لهم يا ابا تم انتم يا المؤمنين اذا ما سمعت وصيتي صار نتيجة امركم الانهيار والنجام وخسران رحمتي وعفوي وتخسرون ما ينفعكم في دنياكم واخراكم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الاخرة كما يأس الكفار من اصحاب القبور يعني دفنوك انا وادوا بعد ما يروح هذا لا اليه قيامه ولا ان يشطيها بعد لان يروح بعدكم لاتواعدوهم يكتم على التحليل من البحث تردتم شون تستدلون او شون مثلا تردون انه تكون يا رفت في محسوتهم يا جمعتوا اشياء تردت حقيقة فوق مقياس المحسوس والملموت وانا لي محاضرة قابت هذه اعددتها لاقطع بها حجة من يحتج بتسمية المحسوس والملموت وقد نجحت نجاحا باهر ولله الحمد حتى ان احتجت حجة الى ان قال ذاك احتج بعكس ما اريد الان لا جوابني انا منين احتجت عليه مو من كلام اخر لا من كلام مستسرق ولا من كلام فلان ولا فلان انت راي كذا ولا من كي وما شابه لا انا منين احتجت احتجت من كلام امير المؤمنين حقيقة يا جماعة يبسى بعض جبابنا تكتر في الحكايات لغربي لشوطي يحظون لكنه بامير المؤمنين قليل هذا نهج البلاغة بحر الخضم نهج البلاغة اكو كلام للامام علي يصعد المنبر انا احتيت الاحتيايات الله نجحني نجاحا الاحتيايات للامام علي صعد المنبر يوم في مسجد الكوفة وكان يتكنم مع الذين هم يفتشون عن المحسوس والملموس جاءني يا جماعة انتم اذكرون للموت طبعا قدمنا الموت قربي مؤمن وتكاثر كل الناس القربي القربي الموت يعني اكو واحد يأخذ الارواح قال او بل اكو واحد يأخذ الارواح قال اريد اسأل هذا لياخذ الارواح الامام يقول هل تحس به اذا دخل منزلا ام هل تراه اذا توفى احدا بل كيف يتوفى الجنين في بطن امه طفل بطن امويه هل دخل عليها من بعض جوارحها هل دخل عليه من بعض جوارحها ام هل هو تاكن معه في احشائها فمن لم يتمكن على وقف مخلوق مثله فكيف يصف خالقه سلام يا ابن حسنين سلام الله فانا ارجو شبابنا يحفظون مثل هذه الكلمات ومن مثل هذه الحجد وميدانهم واسح ويتمكن ان يفعلوا ويعمدوا وينفعوا ويفيدوا ويتشدوا لفبيعات الخارج وينالونكم الخير ان شاء الله نعم كلامنا الاول قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار اجوركم هناك هاي الدنيا كمدرسة انت تدرس بهالدنيا الى ساعة الموت تستمم شهادك لو نجو نجاح وثقوب لو اكمل فهناك عاد فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وبعد اقولكم الله يقول بالقرآن الكريم وما الدنيا وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور قال الله سبحانه وتعالى فالموت به تعريف كاف وواف بهذه الكلمات اتعرف سيد الشهداء يوم الثامن منذ الحج حينما توجه خارجا نحو العراق خطب خطبته الشهيرة هذا شيء يلفت النظر موقف الامام الحسين عليه السلام الناس رايحين للحج والحسين يخطب يقولوا ما نطالع ان الحج يا جمال الناس يسئلون وبينا احنا قلنا الامام الحسين مو رجل عادي ولا الامام الحسين شيخ حشير له تاجر وطلع لكن من الامام الحسين كمجموعة كلية كمجموعة بشرية الامام الحسين سلام الله عليه يقص على رضوه فيخطب على ذلك الجمع ايوه الناس خط الموت على ولد آدم مخط القلاد على جيد الفتاة وخيرني مصرع انا لاقي كعني بعوصاني هذه تقطعها عسلان الفلوات بين اللواويس وكربلا يترك حج الحسين ويخرج هايش ويفرد ابياس بالمناسبة اطلع خايف من البيات يا ابني الشي دركان او حجك بالطفاص يصير ولت البيات عنوانه من مثلك يا بو السجاج دول هالخلق من هاج او مثلك حاط ضعنا البيات وامسى الكون به الهاج لما انحلوا رب البيات سر البي تركت الحاج سول شخصك بعاشور موقف للقيام يدور واصبح بيتك المعمور واللي يقصد يزوره لجح رجح علي حجمي يا جانب شرفت ربتك عالبيات يا لنك حفظت البيات او من اللي اطلعت بمؤونك وبيها الكربة لتعالبيات لبست احرامك ولبيات بالحر لما نتلاقيت او وصلت الكربة لا يحفين تلب الفات داع الدين دنيات الحجة كصواوين مثل ما يطلع الحجين وادي منا بصوانا او دعات الناس لمر الله انهم ضيان الدين لا تلنا اتبع لا يزيد ما ضاعك يا بسكين جمي ترجم بنغل زياد يحجين وحياطين لو ملفظت بالميدان وولت معرموا وقفشان من لسعاد للصيوان اوامل مثلك شكر يحجيا رب البيئة تحوانا يوم الغاشر الحج ينحر لفدة يحجيا لابد انت شاهد في الموقف يوم العبخة يقدم من هذا الحج فدة واحد كبش الحسين تقدم يوم عشرة يوم العاشر يوم العاشر الحجي ينحر لفدة يحجيا وانت اسبع طغش بحاد غار الواحد وسبعين كلهم فدل واشاء الله ومقصودك حياة الدين لما الفرغة تطنى باك اخل فوق لهم اصحابك ما تملك من احبابك غير الطفل عبد الله غير الطفل عبد الله وعيانك العطشانة او شفت الدين يا ابو علي حيصر حياة السامية او شفت الدين بعد يريد من عندك دوى العلتة جاءت وخدت عبد الله لجموع الكفر جبتة وقفت الديان عدوانك وبيدك نذبح شلسة اوصحت يا شيعة بني سفيان اوصحت بموسط الميدان يا شيعة بني سفيان شوفوا هبطس العطشان ما يحمل عطش يا قوم والحر يبس الشان طلع لك طلع لك حر ما لا يخطي لا تم السام بيد اعلى اضراعك لقاه لعاج واملع لحال يجيد رمى رمى بسامن مقدر وطاح الشام بوريد وعيونك يا بول يمة شافة مخففت دمه اضطف لك تدرت لما طلعت واخذت منك ودمه يشيل جروانه انا خرقا قلبين الربادة حنت على ولدها اذا عيس تسمقها يا بي اس الدعاة يوم الربيع شلوان جسل يا ايه ااتشي لو تدي ايهانية جنن مو تديها دردر ايوم الربيع شلوان جسل يا ايه والله مر ربيع شلوان جسل يا ايه ااتشي لو تدي ايهانية تدني تحبا تحبا وتشمنح رايا وتحاشي ااتجي اللي يا الولاد مادك وانا والدي ايه والله ينصدع 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 قلب من مصدلية ايه اه هو راح العديس place من السماء ايه واخت يا ابنى يا ابنى يا من ال irgendwas ايه ايه انا برضاك شهرت اللياني وحسابتك حسابتك علي عنواني ايه والله سلم كبرتي يوتر في جبحاني انا بسهاي انا بسهاي